قال صندوق النقد الدولي أن اقتصادات الأسواق الناشئة ستتدرر بشدة من انخفاض الطلب على الصادرات وانخفاض قيمة العملة وارتفاع التضخم معا إلى هذا التقرير خفض صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو العالمي خلال العام الجاري بشكل طفيف مع تباطئ وتيرة رفع سعار الفائدة محذرا من أن تؤدي اضطرابات النظام المالي الحادة إلى خفض الانتاج إلى مستويات قريبة من الركود وذكر صندوق أن مخاطر انتشار العدوى في النظام المصرفي قد جرى احتوائها من خلال إجراءات سياسية قوية بعد انهيار بنكين أمريكيين والاندماج الاصطراري لبنك كريدي سويس وأضاف الصندوق يزداد الغمط ويتحول ميزان المخاطر بقوة لاتجاه نزولي عندما يكون القطاع المالي غير مستقر وتوقع الصندوق تحقيق الاقتصادات المتقدمة نموا بنسبة واحد وثلاثة أعشار في المئة خلال العام الجاري نزولا من معدل اثنين وسبعة أعشار في العام الماضي وتحسن التوقعات صندوق النقد الدولي للولايات المتحدة بشكل طفيف مع توقع أن يبلغ النمو واحد وستة أعشار مقابل توقعاته بنمو واحد واربعة أعشار في يناير الماضي في ظل استمرار قوة سوق العمل فيما خفض الصندوق توقعاته لاقتصاد ألمانيا بمقدار عشر في المئة متوقعا أن تحقق اليابان نموا بمقدار واحد وثلاثة أعشار في المئة هبوطا من واحد وثمانية أعشار في المئة وتشير توقعات الصندوق إلى أن الأسواق الصاعدة والنامية سوف تحقق نموا بنسبة ثلاثة وتسعة أعشار بالمئة خلال العام الجاري مقابل أربعة في المئة خلال العام الماضي في حين توقع نموا بنسبة أربعة فاصلة عشرين في المئة خلال العام المقبل توقع نموا بنسبة ثلاثة متى